نروح مع حضراتكم لموضوع تاني والحقيقة أنه يعني كل الناس بالوقت يتكلم عن الاقتصاد ما فيش حد ما بتكلمش عن تحرير سعر الصرف والبنك المركزي وقراراته وكل الكلام اللي كان بالنسبة لنا قبل كده كلام كبير بقى ده كلام الشارع واللي الناس بتتكلمه طول الوقت وده الحقيقة يعني طبيعي لأنه ده أكل عشنا حياتنا ومصارفنا هنصرف ازاي هندفع مدارس ايه تفاصيل الحياة كلها اللي النهاردة كل الناس بتتكلم عنها هناك قرار مهم الحقيقة أصدره الدكتور محمد معيت وزير المالية وهو قرار صرف مرتبات مارس للعملين بالدولة بالزيادات الجديدة اللي واجه بيها سيادة الرئيس وده ضمن حزمة حماية اجتماعية استثنائية صدرت مؤخرا بيعني قانون بتعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافظ الإضافي الدكتور معيت كمان قال انه يتم ده اعتبارا من مرتب شهر مارس الحالي وهيتم صرف العلاوة الدورية دي وتمت زيادتها تقريبا من التكلم بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير بحد أدنى 150 جنيه من غير ما يكون في حد أقصى وهتعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف من أول شهر مارس وكمان حيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية على وخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 29 فبراير وبرضه حيكون بحد أدنى 150 جنيه ومن غير ما يكون في حد أقصى وده هتكون هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل من أول مارس الحالي خلينا نفهم مع حضراتكم تفاصيل القرار معنا على تليفون أستاذ إسلام السعيد النائب رئيس القسم الاقتصادي بيه اليوم السابع سأل خير على حضرتك وكل سنة وانت طيب رمضان كريم ودخلت رمضان وهذا القرار الهام جدا واللي حيدعم أسر مصرية كتير توقيت هذا القرار وتفاصيله من وجهة نظرك أستاذ إسلام مساء الخير عليك أهلا بيكي وباستاذ المشاهدين الحقيقة هو قرار جاي في توقيت مهم جدا جدا وهو ضمن حزمة الحمالة يعني كان توقيت واضح من فخامة الرئيس قبل شهرين من الآن بتعديل الأجور وتعديل الحد الأدنى الأجور الحقيقة أنه القرار ليه تفاصيل وضروب كتيرة تبدأ معانا من زيادة الحد الأدنى للأجر الوظيفي للعاملين في قطاعات الإدارية للدولة ليصبح 6000 جنيه في صادقة هي الأولى للتاريخ يعني أول مرة في تاريخ نسمع عن زيادات الأجور لهذه الأرقام في مدة زمنية متقربة جدا يعني لو بصنا على فكر تعديل شرايح الأجور في مصر بنتكلم على ست زيادات منذ عام 2019 عفواً طبعاً زيادات متكررة في الأجور بتوجهات وضحة من سيد رئيس الجمهورية لتعميم برامج الحمال الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الموظفين سواء المخاطبين من الخدمة المدنية أو غير المخاطبين من الخدمة المدنية وبنان عليه كل الموظفين في جهات الإدارية في الدولة هيصرفوا هذه الزيادات بداية من شهر مارس الجاري يعني هياخدوا مرتب مارس بالزيادات الجديدة زي بحضر قلتها وطبعاً هذه الزيادات تسري على كافة الدرجات الوظفية من الدرجة الأولى لحد الدرجة التاسة أستاذ إسلام معلش الزيادة اللي نزلة في مارس دي بأثر راجع عن واحد واثنين؟ لا دي هتبقى زيادات لشهر مارس مش هتبقى بأثر راجع يعني هو تضيق القانون بتاع زيادات يبقى من أول مارس يعني مرتب مارس هيكون بالزيادات الجديدة دي لكل الدرجات الوظفية دي ما حقاك قلت كده وقاريت في نص القرار الدرجات من واحد لحد فتها هيكون زيادات متفاوتة ما بين ألف ألف ومية لألف ومئتين جنيه على حسب طبعاً الدرجة الوظفية وكل الموظفين في الدولة المخاطبين بالخدمة المدنية هيتفيدوا من هذه الزيادات ضمن برنامج للحمال الاجتماعية كبير وشامل جداً لو سمحت إلينا نروح برضو أبعد من فكرة هذا القرار وهو برامج الحمال الاجتماعية اللي الدولة اتخذتها يعني للتخفيف من حدة الأثار الاقتصادية مش هذا القرار فحسب لكن فيه قرارات تانية لها علاقة بزيادة المعاشة أنا أخذت بالك أنه يعني بالتزامل مع القرار ده القرار ده الوحده اللي هو خاص بموظفين الدولة تكلفته حوالي 68 مليار جنيه على الموزن العامة يعني الوحده كده فيما تعلق بالموظفين طيب عندنا المعاشات برضو المعاشات حصل لها زيادة ملحوظة السنادي يعني أكبر زيادة للمعاشات في الدولة حصلت في عهد سيدة وإفعال فتاح السيسي وكمان عندنا حاجة مهمة جداً لها علاقة بحد الإعفاء الضريب وهو برضو القطاع الخاص لجزء من المزايا والمنح والإعفاءات يعني تم زيادة حد الإعفاء في القطاع الخاص بنسبة 33% السنة يعني من 45 ألف لحد 60 ألف يعني الاتقادة حسيني ألف جنيف السنة لأتقادة 5000 جنيف الشهر كده معاتش يدفع ضرائب وده حاجة مهمة جداً ضمن حزمة من الحماية الاجتماعية تشمل عدد كبير جداً من الموظفين يعني وفق توجهات سيدة رئيس الجمهورية عشان تكون مظلة للحماية من بعض الأثار الاقتصادية اللي تمت مؤخرة نتيجة بعض التغيرات العالمية اللي تسببت في تضرر الاقتصاد المصري بطريقة أو بأخرى نتيجة هذه التطورات العالمية طيب أحاك شايف ده إزاي وإحنا داخلين على رمضان يخلي الناس تقدرناها شوية تواجه زيادة الأسعار يخفف على الأسر المصرية في داخلة رمضان الحاسوب ده مهم جداً يعني وكأن الاختار هذا التوقيت عارف خويس جداً أنه رابطوا بساطر الداخل في رمضان وزيادة الطلب على السلع والمنتجات والخدمات ومن ثم هذه الزيادة تأتي توقيت حاسم ومميز جداً 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 لشان الأسرة المصرية تلاقي زيادة في الراتب وفي الداخل الشهري سواء كان الموظفين أو أصحاب المعاشات أو حتى موظفي القطاع الخاص اللي برضو تم التوجيه أنه المجلس على الأجور يكتمع ويوجه بزيادة أيضاً رواتب العاملين بالقطاع الخاص والمؤسطات الخاصة إذن التوقيت بتاعها ملائم جداً جداً علشان تلبي جزء من احتياجات الأسر المصرية خاصة مع دخل رمضان وارتفاق الطلب على السلع الأساسية والاستراتيجية زي السلع اليومية للمواطن كمان بالتزامن مع ده في تحركات أخرى علشان فكرة التحكم في حركة الأسعار يعني بالتزامن مع هذه الزيادات عندنا عدد كبير جداً من المعارض اللي هي معارض أهل الرمضان اللي منتشر في أرجاء الجمهورية المختلفة اللي بتوفر استلع الأساسية للمواطنين خطات الأغذية منها بأسعار ملائمة جداً فكل هذه الإجراءات هدفها الأساسي هو التخفيف عن المواطن في ظل هذه التطورات والظروف الاقتصادية اللي الناس كلها طبعاً شايفاها وكان أخيرها قرارات البنك المركزي عشان توصل لسعر عدد للعملة علشان تبدأ تهدي شوية من حركة الأسعار نتيجة بعض التطورات اللي حصلت مؤخرين أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً إسلام السعيد نائب رئيس القسم الاقتصادي باليوم السابع شكراً جزيلاً على وجود حضرتك معي